الحمد لله الذي من توكل عليه بالصدق نية كفاه ومن توصل إليه بإتباع شريعته قربه وعدناه ومن توصل إليه بخالص عدعياته أجابه ولباه ومن انتصر به على أعدائه وحسدته نصره وتوالله أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أعطاه وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وحده لا شريك له إله ليس لنا رب صواه وأشهد أن صيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الذي نبع من بين عصابه المياه ألاهما فصل وصلم وبارك وزد وبارك على هذا النبي الكريم والرسول السيد السند العزيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سوالة والسلام دائمين متلازمين إلى يوم اللقاء والسلم تسليما كسيرا أيها الناس يا إباد الله توكلوا على الله فليس إلا ما قدره الله وعنده وتوصلوا إلى رضاح فما المقصود إلا رضاح وانظروا في نعم الدنيا إلى من غوى دونكم لتشكروا نعم الله ولا تنظروا إلى من فوقكم فيها أزقه الله من الدنيا وعطاه فإنه يؤككم في الحسد والبغضاء والعداوة المسلم وعزاه وحقيقة الحسد إنما هي نسبة الظلم إلى ملق الحق والاعتراض عليه فيما قضاح ما كان سبب قف إبليس وترده وخزيه إلا حسده لعادم وإتراضه على مولاه الحصور لا يسود ولو بلغ الإز والنحية ولا تجعلوا الدنيا أكبر حمكم فقد خاب وخسر من عبد الدنيا واجعلوا الآخرة أحمى مطالبكم فإنما هي دار القرار والحياة وإلموا أن طالب الدنيا محروم من الآخرة ما أنه لا يبلغ من الدنيا ما يتمناه وأن الطالب الآخرة مجازي بما عمله في الدنيا ووفاة الحديث جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم عنه قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطبة والصدقة تدفع الختية كما يدفع ماء النار والصلاة النور المؤمن والسيام جنة من النار أو كما قال نسأل الله لنا ولكم توفيق وسادات ونسأل الله اللهم ارحم بعثنا وتولى عمرنا وفق أسرنا واشبر كسرنا واحسن خلفنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم اجعل سعرنا على من ظلمنا وارزقنا قبل الموت توبة وإن الموت شهادة وبعد الموت جنة نعيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر